اشتركوا في القناة وذلك من أجل تحسين وضعية الباع المتجولين وإدماجهم في إطار اقتصاد منظم بالإضافة إلى ضمان توفير الظروف المناسبة للحركة التجارية بالمدينة وإنعاشها تم خلق توزيع الأسواق على حسب الأحياء جمعة من الأحياء التي كانت فيها حركة واحدة الركون التجارية وكذلك سهمت في عملية القضاء على ظاهرات الباع الجائلين التي كانت منتصرة في المدينة في سياق متصل بالمشاريع التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمدينة والرفع من جودة الخدمات المقدمة للساكنة سيتم إنشاء منطقة اقتصادية ستضم حرفي الميكانيك والتلحيم والترصيص والنجارة والكهرباء والصباغة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية من الدرجة الثالثة التي كانت تزاول ببعض أحياء المدينة مما سيساهم في إضفاء جمالية على المدينة والمحافظة على نظافتها الهدف الرئيسي دي المشروع هو خلق واحد القطب اللي تم التركيز في دي الجميع الأنواع دي الأنشطة كما تعرفون أن الأنشطة من الدرجة الثالثة منتشرة حاليا في المدينة بواحد طريقة عشوائية في جميع الأحياء الساكنية تشكل واحد تأثير سلبي على الساكنة المنطقة تتوفر على جميع الخدمات الشيء لما شأنه من الجهة ينقص تأثير السلبي على الساكنة في مختلف الأحياء ويخلق رواج اقتصادي بهذه المنطقة الحيرافيين يشتغلونها هنا تقريباً واحد لألف ورشة والزايد تقريباً كل ورشة تضم بين ثلاثة عربعة إلى خمسة دي الحيرافيين إذا جئنا من ناحية العدد يعلق واحد لخمسة دي الحيرافيين تحركوا هنا هذه مباشرة زيادة على واحد لتلتالاف ولا ألفين وخمسمائة غير مباشرين شهدت مدينة العيون خلال العشرية الأخيرة إطلاق مجموعة من المشاريع والعديد من البرامج التنموية التي شملت مختلف مناحي الحياة كالتطوير وتحديث البنية التحتية وإنجاز مشاريع الطرق والتشجير والفضاءات الرياضية والثقافية ترجمة نانسي قنقر